سيارات الدورية مرحباً للي ماذا ستفعلين اليوم؟ أوه لقد وجدت مساراً جديداً لم تريه من قبل هذا مثير للاهتمام أتساءل إلى أين سيقودنا؟ أوه لا للي لا أعتقد أنه مسار جيد إنه منحضر بين الحمد لله أنك هنا للي علقة في المنحدر نحتاج سيارات الدورية أتساءل إلى أين سيارات الدورية مات، فرانك، هكتور للي سارت من طريق خاطئ والآن هي عالقة في شجرة أسفل المنحدر لو تمكنتم من الوصول لموقع بين الجرار يمكنكم التفكير في طريقة لإنقاذها لا تتساءل إلى أين سيارات الدورية أتساءل إلى أين سيارات الدورية أوه أعزائي سيارات الدورية هذا يبدو صعباً كيف سنقوم بإنزال للي من أعلى المنحدر الصخري؟ هكتور، لما لا تحلق وترى إن كانت للي بخير بينما نضع خطة الإنقاذ حسناً جميعاً، نحتاج بعض الأفكار إذا لم يتمكن هكتور من التقاط للي بسرعة فربما تقع هل من أفكار لطريقة أخرى لإنزالها بأمان؟ ماذا تقول بين؟ لديك قماش مشمع في مزرعتك يمكن أن نستخدمه كوثابة لإنقاذها؟ مات، فرانك، هل هذه طريقة مناسبة؟ أعتقد أنك محق مات لا يوجد خيار آخر لنحضر القماش المشمع هل أنت بخير للي؟ لا تقلقي للي، سيارات الدورية فكرت في خطة وفي هذه الأثناء، هكتور سيبقى معك حسناً حسناً، هل تمسكون القماش بقوة؟ حسناً، رائع، للي، عليك أن تكون شجاعة وتقفز على القماشة بالأسفل هل يمكنك فعل ذلك؟ أحسنتي عملاً للي، سيارات الدورية هدفها إنقاذك هكتور، هل ستقوم بالعد؟ واحد، اثنان، ثلاثة، اقفزي كان هذا مذهلاً للي، أحسنتي عملاً أحسنتم عملاً سيارات الدورية وبن أيضاً بالتأكيد بدون فكرتك، للي كانت ستبقى عالقة شكراً لمساعدتكم سيارات الدورية ولا للطرق غير المعروفة للي حتى لقاء آخر سيارات الدورية واو، مات وفرانك على عجلة من أمرهم اليوم مرحباً أصدقائي، ماذا هناك؟ هل هناك مشكلة؟ هناك حريق بالقرب من مزرعة بين؟ أوو، لا، يفضل أن تتجه إلى هناك فوراً مرحباً بين، مات وفرانك يقولان أن هناك حريقاً بالقرب من مزرعتك هل يمكنك أن تريهما مصدر الحريق حتى يتمكنان من السيطرة عليه؟ هل ترى الحريق، فرانك؟ هل ترى الحريق، فرانك؟ أوو، يبدو أن الحريق سينتشر إلى مزرعة بين ويحرق المحاصيل إن لم تتم السيطرة عليه هل تعتقد أن لديك ما يكفي من المياه في خزانك فرانك؟ مات، يمكنك الذهاب إلى مدينة السيارات للبحث عن أحد الأصدقاء لمساعدة فرانك في إخماد الحريق انظر مات، ها هي بني الطائرة وهكتور الطائرة المروحية، يبدو أنهما متفرغان للمساعدة، يمكنهما تعبئة خزانات الماء لديهما لمساعدة فرانك هل ترى الحريق؟ شكراً بني شكراً هكتور نراكم في الغابة عندما تملأني خزاناتكما بالمياه فكرة جيدة مات لنكمل طريقنا باتجاه مدينة السيارات لنرى إن كان هناك صديقاً آخر ليساعدنا أيضاً ها هو إدجار الحفارة يمكنك طلب المساعدة منه يمكنه حفر خندق حول الغابة لمنع انتشار الحريق إلى مزرعة بن ومحاصيله إدجار هناك حريق ينتشر بسرعة نحتاج مساعدتك في حفر خندق هيا بنا أوه عزيزي يبدو أن المياه قد نفذت من خزان فرانك كما توقع تماماً لا تقلق فرانك المساعدة في طريقها إليك انظر لقد حضر مات وإدجار الحفارة مات قام بإحضار إدجار ليحفر نفقاً حول الغابة لمنع انتشار الحريق إلى مزرعة بن شكراً إدجار أنت بطل كل ما نحتاجه الآن أن يحضر هكتور وبني ويقومان برش المياه على النيران من أعلى عن طريق خزاناتهم رائع لقد وصل أخيراً تم إخماد الحريق أحسنتم عملاً أخبار جيدة جميعاً بني وهكتور قاموا بسيطرة على الحريق إدجار قمت بعمل رائع في حماية مزرعة بن بمناسبة الحديث عن بن لقد حضر بن يريد أن يشكر الجميع عن طريق زراعة بعض الأشجار الجديدة في الغابة كم هذا لطيف إدجار يريد أن يساعدك في حفر التربة حسناً أعتقد أن اليوم أثبت لنا أنه لا يوجد أفضل من العمل الجماعي عندما تتعقد الأمور أحسنتم عملاً جميعاً أنتم الأفضل على الإطلاق مرحباً هيلة يبدو أنه يوم جميل للتنزه أليس كذلك؟ أوه وانظري ها هو بن بين الحقول هل أنت مستمتعاً بالشمس أيضاً بن؟ أوه عزيزتي هيلة ما هذا الصوت؟ أوه لا هيلة أوه عزيزي بن نحتاج بعض المساعدة هل يمكنك الاتصال بسيارات الدورية؟ شكراً بن انتظري هيلة المساعدة قادمة مات فرانك هكتور أقصد دوريات الجارو لقد نسيت أن اليوم هو يوم الجارو يفضل أن ننطلق إلى العمل أيها الكلاب الصغيرة هلاء الطائرة المروحية وقعت في تيار الماء في النهر هل يمكنكم مساعدتها؟ مات لما لا تنطلق مباشرة إلى مكان التقاء النهر بالبحر حتى نتمكن من الإمساك بها قبل أن تتعرض لخطر حقيقي فرانك وهيكتور بن يمكنه أن يدلكم على مكان هيلة حالياً هيا بنا أتمنى أن لا تكون هيلة قد ابتعدت كثيراً في النهر أحسنت عملاً مات لقد وصلتها بسرعة إننا في نهاية النهر تقريباً لذلك يمكنك متابعة مراقبة هيلة أوه لا مات إنه شلال ماء لو لم يتمكن فرانك وهيكتور من الإمساك بهيلة فسيكون كل شيء قد انتاق لا تقلقي هيلة فرانك وهيكتور هنا لمساعدتك هكتور هل لديك أي فكرة لإيقاف هيلة؟ التيار قوي جداً هيكتور الحمد لله أنك تمكنت من تخفيف سرعة حركة هيلة لكن يجب إيقافها قبل أن تصل إلى الشلال فرانك هل هناك شيء لم نفكر به بعد؟ فكرة رائعة فرانك سلمك يمكنه أن يغلق طريقة أمام هيلة ويمنعها من الوصول إلى الشلال نتمنى أن ننجح في ذلك ها هي قادمة باتجاهك نعم لقد نجحنا فرانك هيلة لقد قامت سيارات الدورية بإنقاذك لا تقلق مات هيلة في أمان الآن هكتور هل تقوم بسحب هيلة من النهر إلى بر الأمان الآن؟ انظروا إنه بين الجميع بخير الآن يمكنك أن تطمئن هذا اقتراح لطيف منك بين هكتور بين يقترح أن يقوم بجر هيلة إلى بر الأمان بما أنك أنت وفرانك كنتما بحمايتها من السقوط في الشلال حسنا هيلة بين سيقوم بجرك إلى بر الأمان وسنقوم بإصلاح جناحك بعد ذلك في المرأب شكرا لمساعدتكم لنا جميعا اليوم نراكم في المرة القادمة سيارات الدورية مرحبا جاري تتمتع بقيلولة قبل السباق؟ جيد، ولكن ألا يجب أن تذهب الآن؟ ما المشكلة جاري؟ يا إلهي جاري، أحدهم سرق إطاراتك مرحبا شارلوت جيد أنك مستيقظة يبدو أن جاري لديه مشكلة ولا يمكنه التحرك حسنا يا رفاق، حافظوا على هدوئكم شارلوت، ستذهبين الآن إلى محطة الشرطة وتبلغي مات وفرانك وهكتور بما حدث جاري، ابقى هنا من فضلك حتى نحضر سيارات الدورية مستيقظة اشتركوا في القناة اطارات جيري قد سرقت ولا يمكنه ان يتحرك وجيري لديه سباق في نهاية اليوم يجب ان نجد اطاراته ارجوكم ساعدونا لنذهب الان اصدقائي جيري انهم قادمون لا تقلق سيارات الدورية ستقوم بمساعدتك اصدقائي هكتور يقول انه سيقوم بنقل جيري الى مرآب توم بينما انتم تقومون بالبحث عن الاطارات وبمجرد ايجادهم يقوم توم بتثبيتهم في مكانهم ممتاز جاهزون للانطلاق جميعا حسنا هيا هكتور لا تقلق جيري ماتو وفرانك متميزون جدا وسيجدون اطاراتك فورا يبدو انه في هذا الاتجاه لنلحق به ماذا هناك مات ماذا هناك فرانك دقيقة من فضلكم هذه السيارة لديها اطارات كثيرة هل اللص مختبئ في تلك الشجيرة مات ماذا ستفعلون اوه الاحظ ذلك يبدو ان هذه الشجيرة عطشة جدا اليس كذلك لماذا لا نرويها فرانك توقف تايلر لا يمكنك ان تهرب ماتوا فرانك قاما بالامساك بك قم بارجاع الاطارات لنا تايلر جيري يحتاجهم ها هو هكتور لقد حضر في الوقت المناسب ليساعدنا في ارجاع الاطارات لجيري انت محق مات بينما سيقوم هكتور وفرانك بارجاع الاطارات الى جيري ستقوم باحضار تايلر الى محطة الشرطة ودعن اصدقائي والان هكتور يمكنك اخذ الاطارات وارجاعهم الى جيري ها هي الاطارات جيري كل ما بقي علينا الان هو تمنياتنا لك بحظ موافق في السباق جيري شكرا لمساعدتك لنا توم شكرا جزيلا فرانك وهكتور ورجاء اشكرامات بالنيابة عنا ودعن اصدقائي تطور ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة